اشتركوا في القناة طريقة الصناعة والماتيريز يعني الامنيوم هذا اللي عاجبني اكثر فيه انواع ثانية فيه انواع تدعم بس الـ USB-C هذا تدعم Thunderbolt فهذا الشي اللي حببني ولي خلاني اشتريها عشان نسرعتها اعلى يعني مثلا بالـ USB-C لو تنقل مثلا ما تقولك الشركة 20 جيجا بتاخذلك مثلا 16.4 سن في الجنريشن الثاني الـ USB-C والجنريشن الأول أو النسخة الأولى 32.8 سن لكن هذه مع Thunderbolt راح تعطيك 6.7 سن أنا استخدمها في كل شي لماذا لا أخذ هذه جهازي محطوط تحت الطاولة لا أشوف ولا يشغل فيه هذه مركبة هنا كل شيء أضع فيه ذاكرة لحق بعد ما أصور هذا أضعنا هنا فيها برضو Micro SD مثل ما نشوف فأقدر أشيل الذاكرة نفسها وركبها هنا على طول Direct حلو حتى في الاستخدام أو الدقة يعني مثل ما نشوف وعندي هب قديم كنت أستخدمها كان الصناعة بلاستيك كان يحمى لكن ما تحس بالحرارة لأنه بلاستيك هذه الشيء حلو أنك ما تلمسي يكون حار لكن أنه راح يحفظ الحرارة داخل هذا الألمنيوم يصير حار مرة في الاستخدام خصوصا أنه يدعم أنك تركب على 5K أنا الشاشة التي تشوفونها عندكم هذه 5K 60 فريم يعني مشابكها عليها وحط الإترنت بالكيبل تحمل قطعة مرة تصير ساخنة لكن ما سوى دروب في الاستخدام ولا شيء لكن ساخنة جدا يعني حرارتها ترتفع أكثر من اللي كان عندي القطعة الغديمة كانت بلاستيك لكن أوكي يحمى على الأقل يطلع الهيت أو الحرارة يتطلع برا أفضل منه بلاستيك يحفظ الحرارة داخل ويتأثر الجهاز أو القطعة الداخلية كنت خايف أني إذا ركبت الSD كثير والحرارة التي تكون على الجهاز تنكسر الSD داخل لأنه واجهت مشاكل كثيرة في قطعة ثانية حتى في نفس اللابتوب مرة مرة تنكسرت داخل اللابتوب كان اللابتوب حار ولا تركته يبرد على طول طفيت اللابتوب وحطته في الشنطة وكانت الحرارة على الحرارة وكذا مرة كسرت عندي الSD لكن هنا صح حار برا وكنت خايف من ذي الشي كل فترة أن أنا كان حار مثلا بعد ساعة ساعتين أطلع الSD ألمسها دافية أرجع مرة ثانية فالحرارة التي تكون برا الحلو فيها أنه ما تكون الحرارة الداخلية نفسها فصح حار من برا لكن الSD ما رح تتأثر هذا الشي الحلول اللي عجبني فيها لكن يعتبر ميزة لبعض الأجهزة أنا بالنسبة لي مش ميزة لأنه يعطيك بس 85 واط أنا اللابتوب عندي 16 إنش يحتاج 96 واط فأقل هنا لكن اللابتوبات الثانية المكبوك كبروت 13 إنش المكبوك إير اللابتوبات الثانية ما تحتاج ديلة 85 واط يعطيك واط مناسب لبتوبك يعطيك مداخل ثانية هنا للشحن فأخير نتكلم أكثر عن المداخل اللي ركبتها هنا عندك وفيها باور طبعا يجي معاها كيبل التندر بولت مثل ما شوفوا الكيبل هذا اللي موجود تحت عندكم ويجي معاها باور لو ركبتها في الشاحن تركب المدخل التندر بولت في اللابتوب حقك يشحن اللابتوب حقك ويعطيك المداخل دي كله هذا الحلو فيها ما يتحاج تستخدم الشاحن حقك وصلنا في الجهاز تشحن باللابتوبات الثانية موجودة عندك لو نتكلم من الخلف من ما قلت لكم عن القطع عندك تندر بولت فهي تندر بولت ويوس بي يعني تبر لكن تندر بولت الميزة الأعلى ثنين مع الشاحن هنا حق اللابتوب هنا ثلاثة يوس بي على الفايف جيجا بايت مثل ما نشوف في السرعة هنا عندنا الإيثرنت مش تن جيجا بيت جيجا بيت العادي وان جيجا بيت وعندنا هنا الـ HDMI يدعم الفور كي فحلو برضو وهنا الباور اللي يجي معاها تركبها في الكهرب الباور يجي لك البلاك كبير مرة راح تشوفون أنا حطه تحت هنا في ذا المكان نصقه تحت لكن أكبر من حجمها الباور بسبب بالأداء أو الشي اللي تسوي يعني القطع هذه نفسه راح تشحنك من ما قلت لكم لابتوب على 85 وان راح تعطيك مخرج لحق الشاشة راح تعطيك الإيثرنت راح تعطيك اليوس بيات كل هدي فيبي لها بلاك كبير فمثل ما تشون الفيديو عنه ونمركبها وحطها تحت ومقارنة بين حجم القطع وبين الباور سبلاي حقها مثل ما نشوف لو نروح الجهة الثانية عندنا هنا الاس دي كارد مثل ما نشوف ومثل ما قلت لكم هنا مايكرو اس دي كارد وهنا عندنا مدخلين المدخل الأول يوس بي سي فهذا المدخل الأول هنا وهنا الثاني برضو يوس بي سي لكن بال فهنا تقدر تشحن جوالك الآيفون وكل شيء على سرعة هذا ممتاز هنا طبعا المداخل هذه تدعم 10 جيجابيتس مثل ما نشوف اللي في الخلف يوس بي اي 5 جيجابيتس اللي هنا يدعمون 10 جيجابيتس فإذا عندك فلاش باليوس بي سي فهنا ستكون سرعة ممتازة وهنا السماعة يتركب سماعة وعندنا هنا واحد يوس بي اي 5 جيجابيتس نفس الورا فأتوقع هنا قرب فتقدر تمسك عندك ما تتحرك لو تضع المكان اضعه هنا حط وراء Thunderbolt مستخدم مش مستخدم HDMI طبعا مستخدم Ethernet USB حقي كذا يوس بي حط وراء عندي كثير لكن فاصلهم حين لكم واستخدمين في الشحن شحن iPad Pro يعطيك الشحن السريع وكل شيء فهذه القطعة أنصح كل شخص عند لابتوبات Apple شاري لابتوبك ب700-800 بصح القطعة غالية في قطعة ثانية تكون USB ميزات أقل السرعة أقل لكن حتى المداخل الخلفية راح تختلف حط لكم الروبط تحت هذه القطعة من شركة أنكر أفضل قطعة بالنسبة لي في قطع ثاني USB في قطع ثاني Thunderbolt لكن احتياجي هذه القطعة ما توقع فيه أشخاص يحتاجون أكثر USB A أكثر USB C Thunderbolt HDMI HDMI تركبها في الكمبيوتر على طول الجهازك المداخل الثاني تدعم Thunderbolt تركبها في الشاشة تدعم شاشة 5K يعني شاشة 5K تستطيع تركب لابتوبك وتطلع منها وتركب على 5K على طول ممتازة ويتدعم HDMI لو تركب شاشتين مثلا تدعم 4K Thunderbolt و4K ثانية HDMI لا تدعم 5K تنزل هذا يعتبر نزول إذا كان 5K إذا كنت تركب شاشتين يجب تركب 1K على Thunderbolt و1K على HDMI إذا تري 5K لا لديك Thunderbolt 5K واحدة بس هذه القطع وذلك أنا معجبتني في الشي الحرارة لكن لا أستطيع أقول شي الأشياء التي تفعلها تركبها Ethernet ومناقلها على شاشة 5K يعطيها ألف عافية أنها لا تقطع في نهاية الفيديو تنسون اشتراك الغناء واشتراك في حساب سنبتشار رفضواتكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني من فضل دعاكم ومثل ما قلتكم رابط القطعة هذه في التحت ويوس بي سي برضو إذا كانوا أشخاص يريدون يستخدمون يوس بي سي أو يشترون يوس بي سي ما يريدون Thunderbolt ستكون تحت والسلام عليكم